طيب حنروح للمغرب ومعانا أستاذ عبداللطيف المتوكل رئيس ربطة النقاد الرياضيين بالمغرب وحيقول لنا اللي حصل في المبارات الثلاثة النهاردة للوداد والرضاء ونهد الزركان مساء الخير يا أستاذ عبداللطيف من أول قناة الأهل مساء الخير أستاذ أيمان شوقي أنا سعيد بالمشاركة معكم في برنامجكم القيم ومن خلالكم أحيي الجماهير الأهلي بصفة خاصة والجماهير المصرية بصفة عامة وأيضا أحيي الضيوف الذين يتواجهون معكم في الستوديو أهلا بك كنا عايزين نعرف إيه اللي حصل النهاردة في المبارات الثلاثة بالنسبة للوداد والرجاء ونهد الزركان وفي الواقع اليوم كرة القدم المغربية عاشت لحظة تاريخية ومفصلية غير مصبوقة ستعرفون بأنه نعيش في موسم ستنائي بسبب جائحة كورونا والدور المغربي مثل ما عندكم في مثل الاتحاد المغربي كرة القدم انتصر لمبدأ أو لخيار استكمال الموسم فحضرت تشويق حضرت مظاهر التشويق والإطارة والحماس إلى حدود الدورة الأخيرة وعاشت الجماهير الريادية المغربية خاصة أنصار نادي الرجاء والوداد وأيضا أنصار نهد الزركان عاشوا لحظات ممتعة لحظات أيضا متعبة من الناحية النفسية كان هناك القلق يستاور كل جمهور على حدة ولكن حضرت الإطارة والتشويق وأعتقد بأن الذي انتصر في نهاية المطاف في كرة القدم المغربية لأنه كانت الإطارة والتشويق وكانت الأهداف وكانت أيضا المباريات على مستوى عالي من الأداء وأيضا حضرت مجموعة من العوامل التي جعلتنا نحن الآن في المغرب نقول بأن الدول المغربية يستطيع أن يقطع أشواطا كبيرة نحو تطوير مستوى ونحو تقديم مردود أفضل ولكن اليوم نحن فخورون بالمستوى الذي مرت فيه مباريات جولة الأخيرة خاصة بين مدينتي الريباط والدار البيضاء مدينة الريباط احتضنت مباراة لفتح الرياضي ضد الوداد الرياضي حامل اللقب ومدينة الدار البيضاء مركب محمد الخامس احتضل مباراة الرجاء ضد الجيش الملكي الجيش الملكي الذي ليس له ما يخسره ولكن جاء ولعب مباراة كبيرة وحاول أن يبخر حلم الرجاويين في التشويش باللقب علما أن الرجاء لم يتوج باللقب منذ سبع سنوات بينما الوداد كان يبحث عن لقبه الـ 21 والرجاء كان يبحث عن لقبه الثاني عشر والأمور حسمت بشكل متير في آخر دقيقة من عمر مباراة الرجاء والجيش الملكي لأن الرجاء كان متخلف بهدف الصفر وسجل هدف التعادل ثم سجل هدف الفوز في اللحظة الحاسمة من المباراة في الوقت الذي كنا نعتقد أن اللقب سيذهب لنادي الوداد الرياضي الذي عاد من مدينة الرياضي بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد شايف إزاي موجهة الوداد والنادي الأهلي والرجاء ونادي الزمالي في سيمي فاينال بطول أفرقية أتخذ بأن كل مباراة تمثل نهائي نهائي فالوداد ضد الأهلي المصري الفريقان معا سبق لهما التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وإن كان فريق نادي الأهلي المصري يعتبر حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات تتويج باللقب الإفريقي أعتقد بأن المباراة تمثل تحديداتها نهائي بانتياز بين فريقين لهم تجربة كبيرة على الصعيد الإفريقي خاصة بالنسبة للأهلي وأيضا للوداد الرياضي الذي على ما أظن هو يحضر في هذه الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا للموسم الخامس على الثواري بمعنى أن نادي الوداد الرياضي لم يغيب عن دوري أبطال إفريقيا في السنوات الخمس الماضية بالنسبة لمباراة الرجاء ضد الزمالك هي نفس الشيء فهو أيضا بمثابة نهائي بين فريقين أيضا لهم التجربة عن الصعيد الإفريقي أعتقد المباراة بالنسبة إليهما تمثل سيناريو لآخر نهائي وهو آخر نهائي خضه نادي الرجاء الرياضي يعود إلى سنة 2000-2002 على ما أعتقد ضد الزمالك النهائي نادي خسره الرجاء ضد نادي الزمالك منذ ذلك الحين لم يتمكن نادي الرجاء الرياضي من الوصول إلى المباراة النهائية بينما كانت هناك تجربة ما بين الوداد والأهلي وأعتقد بأن الآن نادي الأهلي المصري هو يحدوه الطموح لرد الاعتبار على خسارته منذ حوالي ثلاث سنوات خسارته للقب الإفريقي ضد الوداد الرياضي ولكن على كل حال نحن كنا نتمنى أن يجري الضور النهائي في ظروف أفضل أن يكون هناك حضور للجمهور أنا لا أعرف هل في مصر هناك محاولات لكي يحضر الجمهور المباراة النهائية الأهلي ضد الوداد والزمالك ضد الرجاء بأننا نحن نتأسف لأن المباراة النهائية ستلعبان في المغرب بدون جمهور وتعرفون بأن حضور الجمهور هو شيء أساسي يدفي متعة خاصة ويتجاربية خاصة على مباراة كرة قدم ولكن أتمنى أن هذا الطبق الكروي الكبير هذا الرباعي يمثل قاطرة كرة قدم في إفريقيا نتمنى أن نشاهد مبارتين في المستوى الكبير ذهابا وإيابا وأن تطغى على المباراة فيما أن تطغى عليهم الروح الرياضية بإذن الله وأن أشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز عبدالطيف المتوكل رئيس ربطة النقاط الرياضيين في المغرب وإحساس